دكتور عبدالهادي التصوف يبدأ إدراكه إمتى؟ التصوف يبدأ إدراكه بالحاجة إلى معرفة المولى سبحانه وتعالى وعشان كده بيقولوا الطريق إلى الله كيف تبدأ في لحظة من اللحظات تستوعب كل الحقائق وتتخلص من كل السلبيات وتنقي النفس من الأغيار ويمكن بعض العلماء بيتكلموا في فكرة الأغيار يعني إيه تنقية القلب من الأغيار؟ يجي السادة العلماء ببساطة الأغيار هو كل ما هو غير الله يعني الغاية الأساسية للعبد أن يصل إلى مولاه عز وجل لما العبد بيصل إلى مولاه النفس بتستقيم وينعكث أثر هذا على المجتمع بالكامل فيستقيم المجتمع وينتشر الحب وينتشر الأمراض وينتشر العمل وبعدين لما بنتكلم عن التصوف ربما الناس تحتقد أن التصوف عزلة أو خلوة صحيح فيه اختلاء وأحيانا الشخص يحتزل لكن التصوف دائما يدعو إلى العمل والاجتهاد والبناء والتعمير والتفاعل مع الحياة أعمالا للتوجيه أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وأعمل لآخرتك كأنك تموت غدا عندنا مصطلحاتنا المصرية واللي يمكن بدأنا بها وهو يعني مع تطوره ومنبته ومنبعه وغير ذلك لكن أصبح مصريا الدرويش أنه فلان الدرويش فلان قاعد في المسجد على طول فلان بقى مسلم أمره لله فلان ده بتاع ربنا فلان عارف ربنا عندنا مصطلحات كلها بتوصلنا في الآخر بفكرة الدرويش في مفهوم الدرويشة المصرية الحميدة بعد فترة أصبحت المفاهيم بتختلف نتيجة دخول الكثير من المعطيات عن قصد أو عن جهل ربما لكن قصد سيئة أو جهل يعني في مقامة لكن الآن ونحن نحاول تنقية الشوائب زي ما حضرتك تفضلت الدرويش في مفهوم المصريين ومملكة الدرويش في عين المصريين مقامها إيه وشكلها إيه وروحها إيه عند الشعب المصري مملكة الدرويش وأصل كلمة الدرويش الحقيقة أصلها طيب جدا ومحببة لقلوب المصريين الدرويش في الأصل كان يقصب به الصوفي الصوفي الذي يتمسك بكتاب الله وبسنة المصفى صلى الله عليه وسلم ويأبى وينبوز المخالفات والحقيقة يعني ناس كتير جدا كانت بتسعد عندما يطلق عليهم هذا اللفظ حتى من علمائنا الأفاضل وبعض العلماء الأكابر عندنا في مصر يمكن في الوقت المعاصر كان مولانا فضيل الشيخ محمد بن تولي الشعراوي كان بيقول إحنا درويش درويش بمعنى التصوف درويش بمعنى أننا نعلم أمور الدنيا والدين درويش معناها أن احنا بنعايش المولى سبحانه وتعالى ونحن دائما في الدرويش في معية الله يعي ويعلم ويعمل ويكتهد ويكتهد يعني مفاهيم الحقيقة الدرويش ده كان أحسن واحد في الدنيا يتقن عمله ليه؟ إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه مخلص في عمله إذا قال صدق وإذا وعد أوفى كان هذا هو المعنى الحقيقي للدرويش الدرويش كانت ملازمة للصوفي العالم المتمسك بكتاب لكن الجزء اللي حضرتك أشارتي إليه في محاولة الهدم منظومة الحلاوة والجمال والكمال بدأهم يعني يدخلهم على التصوف على الدرويش إنها نوع من أنواع اتخاذ تصرفات سلبية أو عشق أو مبالغة أو ارتكاب أفعال غير مقبولة في عالم التصوف نحن لا نقبل أبدا بالتفريط ولا نقبل بالخلل ولا نقبله ولا نقبل بالانحرافات ولكن ربما أن بعض حالات حالاته دايما بنقول التعميم من الجهل الشديد يعني لو ما تلاقي واحد يغلط أو يكتكب بعض الأفعال المخالفة ده واجب علينا إن إحنا نصحح ونوجه لكن كون إن فرد ينسحب على المجتمع بكامل التعميم دي خطيئة ولذلك العلماء قالوا التعميم من الجهل الشديد